عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من انجولا بقيادة مارتينيز دي كارفايو كحكم الرئيسي لإدارة لقاء المنتخب الوطني ضد زومبيا في الثالث من شهر سبتمبر المقبل في حين عين الاتحاد الافريقي طاقم تحكيم من مالي لإدارة لقاء الاياب بالجزائر بقيادة الحكم محمد كايتا علما ان هتين المبارتين ستكون حاسمتين بالنسبة للخضر في مواصلة التأهل الى المونديال